هنروح لمنتخب مصر لكرة السلة والحقيقة اللي بيأدي أداء رائع النهاردة عندنا الجولة التالتة ويندوز ثري اللي بتتلعب في تونس العاصمة التونسية وكان المجموعتنا احنا طالعين احنا وكونغ الدموقراطية والسنغان من المجموعتنا الناحية التانية تونس والكاميرون وجنوب السودان يمكن احنا الستة اللي هتأهل منا اتنين تأهل مباشر مصر ماشي بشكل جيد مصر حتى الآن يمكن دلوقتي بتتلعب مباراة مع جنوب السودان المباراة الاولى مع تونس وستطعنا ان احنا نفوز على فريق تونس الشقيق في ارضه وسط جمهوره وده فوز يعني نادر يمكن من سنين طويلة ما استطاعش منتخب مصر يفوز على تونس في تونس الحقيقة الشقيقة ولكن في الاول الاخر احنا منتخبات عربية شقيقة ودايما بيكون ما بيننا منفسة ولكن دايما الاشقاء بيتواجدوا مع بعض في كل مكان المباراة التانية كانت مع الكاميرون وستطعنا ان احنا نفوز بشكل مريح يمكن النتائج يعني الحمد لله مريحة جدا جدا تونس فوزنا 67-61 كانت المباراة شهدت تفوق المنتخب التونسي في البداية بعد كده شهدت طرد صالح الماجر لنجم منتخب تونس واللاعب الانبيئي السابق في النصف الثاني وده دي انا افضلية كبيرة جدا بعد تلقي اثنين تكنيكا الفاول او اثنين خطأ فني استبعد على اثرهما من ارض الملعب وبعد كده منتخب مصر من قبل طبعا ما يخرج صالح وكان منتخب مصر نجح ندرك التعادل وبعد كده منتخب مصر استضاعنا الفوز 67-61 نخش على مباراة الكاميرون كاميرون فريق قوي جدا ويمتاز بالثلاثيات فوزنا 86-74 جنوب السودان اللي هي تاني المجموعة تهالي ان شاء الله مباراةنا النهاردة مع جنوب السودان ان شاء الله نكسب بنسبة 90% خلاص نكون اتأهن الكأس عالم لان هيكون في ويندو تانية ولكن هنكون احنا بعاد جدا على اي منافسة هيكون المنافسة على المركز التاني يمكن شهدت مفاجآت الويندو ده مدرب طبعا منتخب تونس الألماني وعمر الجندي لعبنا والمباراة دي كانت من المباراة تونس الأخيرة مش أرشفية ولا حاجة المباراة قلق فيها هاب أمين وكان هدف المباراة ب18 نقطة ويجي وراء عاصم مرعي الحقيقة اللي ما أدي أداء رائع أنا شافنا عاصم مرعي يعني الحقيقة مشاركته مع المنتخب فرقت بشكل كبير جدا عاصم مرعي مضلم الحلقتين زي ما نقول بكرة السلة في الدفاع والهجوم أفلح حلقتين ووقف صالح ماجر بشكل كبير وفي الهجوم لعب عليه أنا شايف عاصم يعني الحقيقة في حتة تانية عاصم يستحق أنه يعني أنا شايف بالمستوى ده هو بيلعب طبعا في أحسن الفرقة في أوروبا ودلوقتي بيلعب في كوريا جنوبية ولكن أنا شايف أنه بالمستوى ده هو يستحق أن يلعب في أعلى لفل لأنه يعني عاصم مرعي فارق كتير جدا 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 مع منتخب مصر من الفترة لفت ما كانش بيلعب ولكن الفترة دي هو منتظم ملتزم بيجي بيتواجد قبل المطشط بفترة كافية مع المعسكر هو عايز يطلع كأس عالم ومناسبة هو كان ليه دور كبير جدا في تأهل مصر في كأس العالم 2014 وبرضو كان ليه فوز دور كبير جدا في فوز مصر على أنجولا في المبرارة المهمة اللي بسببها تأهينا الكأس العالم آخر مشاركة لنا كانت 2014 كان البطولة أفريقية في 2013 بنسختها الأديمة يمكن دي كانت آخر مرة نشارك بالنسخة الأديمة وبعد كده حصل النوافذ أو الويندوز النظام الجديد اللي اتعامل في الاتحاد دولي وبمناسبة هيبقى الأول والتاني سيتأهل مباشرة وياخدوا أحسن ثالث من المجموعتين هيبقى خمس فرق تتأهل لكأس العالم إن شاء الله نبارك المنتخب مصر قريما بإذن الله منتخبنا طبعا بيدم خمس لعبين عمر الجند وعمر طارق هب أمين سيف سمير وعمر عزب وبمناسبة الخمسة شايلين الخمسة بيلعبوا شايلين يعني هم من قوام قوام المنتخب المصري وكل التحية للمدير الفني روني راي اللي بيقدم يعني مستوى رائع من الهدوء والتحكم والسيطرة والسيستم الدفاعي كل التحية ليه طبعا وإن شاء الله نتمنى نبارك المنتخب مصر هتأهل لكأس العالم في فبراير القادم اللي هو معاد آخر ويندو قادمة